المسيح رئيس الكهنة أهلا أحبائي أحييكم باسم الرب يسوع هذا الموضوع يمكن لأول مرة منسمعه السؤال ما هو عمل الكهنود المسيح الكاهن خليني في البداية أقول يمكن دائما إحنا منسمع عن يسوع العبارات الكثيرة المترددة يسوع ابن الله يسوع ابن الإنسان وحيانا نسمع يسوع ابن داود وهكذا أسماء ومسميات كثيرة شخصية المسيح شخصية فريدة عجيبة والكتاب المقدس يقول عن المسيح أنه عجيب يدعى اسمه عجيبا عجيب في اسمه عجيب في طبيعته وعجيب في عمله والحديث عن يسوع المسيح لا يتخلل فقط الحياة اللي عاشها على الأرض والحياة اللي احنا اليوم منعرفها عن يسوع المسيح لكن فيه أبدية كاملة اللي بتتكلم عن هذا الشخص الرائع الفذ الفريد الذي لا مثيلة له يسوع المسيح يسوع المسيح طبعاً له مواصفات كثيرة لما منتحدث عن طبيعته هو نور وهو أيضاً محب هذه طبيعته ممكن نتكلم عن صفاته اللي ما منتشارك فيها معاه مثل كلي الحضور كلي المعرفة وكلي القدرة وفي بعض الصفات اللي منشترك فيها يسوع صالح ومشان هيك أولاده بيكونوا صالحين بيشتركوا في هذه الطبيعة لكن بالواقع إذا أردنا أن نتكلم عن عمل المسيح معجزات المسيح تعليم المسيح تفوق المسيح نحتاج إلى حلقات كثيرة لكن في الأسماء الإلهية في الأعمال الإلهية وفي الطبيعة الإلهية وفي الصفات الإلهية لكن برضو اليوم رح نتكلم عن يسوع نتكلم من ناحية أخرى اللي هي الوظائف في وظائف يسوع المسيح ورح نعرف عنها أكتر بعد قليل ورح نعرف عن عمل المسيح المستمر لأجل المؤمن في هذه الحلقة حلقة مهمة جدا فيها كنوز ودسم من كلمة الله وأنا بشجعك اليوم أنك تشاهد هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 اهلا اعزائي المشاهدين يصرنا نستضيف الى برنامج ليكن نور اخ معروف لدى الكاثرين هو خادم متجول وهو ايضا خدم عدة مرات مع هذا البرنامج ليكن نور وبتشوفوه كمان في برامج متعددة على القنوات الفضائية القنوات المسيحية اهلا وسهلا اخ ليا كورولوس اهلا بك اخ نزار مرحان كتير اكون معاك في البرنامج الرائع هذا شرف كبير لألنا اليوم اخترنا موضوع الحلقة المسيح رئيس الكهنة وتعرف انا عادة بسأل المتكلم هل الرب شغلك في موضوع معين والرب شغلك في هذا الموضوع ممكن قبل ما ابتدأ بالاسئلة ليه انشغلت بهذا الموضوع بالتحديد حقيقة انا مشغول بالامر دوت الايام ديت لانه تفكير كتير من المؤمنين اخ نزار انه بيقف تفكيرهم عن عمل المسيح اما في الكريسماس المسيح اللي تجسد وتولد او بموته على الصليب وفدانة وده شيء رائع او ينتهي التفكير تماما عند المسيح الذي مات وقام فقط لكن ماذا يفعل المسيح الان اين المسيح الان ما هو اهمية وجود المسيح في السماء الان ده امر مغفل تماما عند كثيرين من المؤمنين عشان كده شغلنا الرب اتكلم النهاردة عن وجود المسيح في السماء ويعمل عمل عظيم كرئيس الكهنة بشكل مستمر ودائم طبعا نعم طيب انت سمعت المقدمة اخ اليا وانه فعلا المسيح تجسد عاش حياة خالية من الخطية اتقلم ومات على الصليب نعم قام من الاموات ظهر للتلاميذ اربعين يوم وصعد الى السماء واعطى الروح القدس وكأنه الصفحة اتسكرت في هذا الموضوع عدا انه منقرأ في صفر رؤية عن مجيء المسيح الثاني كأنه شيء مستقبلي جدا وتركنا الموضوع عند هذا الحد شيء تاني انا ذكرت انه المسيح متميز اذا درسنا اسماءه طبيعته صفاته بس اليوم الكهنوت هي وظيفة من وظائف المسيح وطالما قلنا متميز ففي وظائف كتير المسيح شغلها بس اذكر ثلاث منها اللي المسيح هو كاهن اللي راح نتكلم عنه وكاهن طبعا عظيم متميز نبي من خلال وظيفته وايضا ملك فالمسيح ملك وكاهن ونبي وكل هذه الاقوال هي صحيحة مرات كتير ناس بقولوا اه المسيح نبي هو مظبوط نبي ونبواته كلها كانت صحيحة لانه يعلم كل شيء لكن هو اعظم من نبي فانت ذكرت عن انه ربحت على قلبك انه المسيح بعده بيشتغل بعده بيعمل هو موجود في السماء فانعاوزك اذا ممكن يعني تعطينا المغزى او المفهوم لوجود المسيح الدائم في السماء من اجلنا نحن وجود المسيح في السماء امر يخص اكرام المسيح نفسه وامر يخص بركة المؤمنين كمان اخ نزار اولا يخص اكرام المسيح نفسه عندما قال الكتاب في رسالة افسوس اصحح واحد اذ اقامه من الاموات واجلسه عن يمينه في السمويات فوق كل رياسة وسلطان واخضع كل شيء تحت قدمي اذا وجود المسيح في السماء امر يدعون ان نفهم ان هناك اكرام خاص للرب يسوع ومكافأة له بعد اتمام عمل الكفارة هنا على الصليب ده اللي عاوز اسألك في يعني ايه المغزى لوجود المسيح يعني شو عم بيعمل او ممكن تعرفنا اكتر عن وجود المسيح في السماء وجود المسيح في السماء اولا اكرام لاسمه الكريم المبارك الامر التاني كمان وجود المسيح هناك في السماء يقول لنا الكتاب انه اعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسب اسم يسوع كل رجبة ممن في السماء ومن على الارض فوجود الرب يسوع المسيح في السماء هناك اكراما لشخصه الكريم المبارك لكن وجود المسيح ايضا في السماء اخ نزار هو استمرارية الخدمة التي يقوم بها لاجل المؤمنين اسمع ماذا يقول في عبرانين 9 عدد 24 المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة باليد بل الى السماء الحقيقية ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا فالمسيح الان في السماء ليكمل خدمته لاجلنا ليست خدمة الكفارة اللي اتمها على الصليب لكن خدمة الشفاعة وخدمة الكهنوت اللي هنتكلم عنها النهاردة بنعمة الله فإذا من ناحية هو بيخدم من اجلنا وما زال يعني الكاهن العظيم بيشفع من اجل المؤمنين ومن ناحية اخرى هو موضوع العبادة والتسبيح الملائكة واجناد السماء اللي بترنم في السماء للمسيح صحيح اللي في وسط العرش بحب اول اية كمان اللي جات في عبرانين 7 يلعنه الكتاب بما ان له كهنوت لا يزول فهو يبقى الى الابد كاهن عظيم فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم عشان كده نفسي احبائي في هذه الحلقة وكل المشاهدين ان لا ننظر الى المسيح مجرد انسان عاش على ارضنا ولا مجرد نبي مع انه مارس النبوة زي ما اسمعنا من الفاضل الاخ نزار لكن المسيح الان في يمين العظمة في الاعالي يشغل اعظم مكان ويقوم باعظم عمل لكل من يؤمن به لأول وهلة لما بنسمع كلمة كاهن اللي جاي من ارض فلسطين احنا بنشوف كيف اليهود بمارسوا العبادات الى اخره فبيخطروا على بالي داما الفكرة العهد القديم الكهنة وازاي بيلبسوا وشو بيعملوا وشو بيمارسوا او اليوم يعني فكرة القسيس او الكاهن يمكن هاي الصورة فعشان نوضح اكتر الفكرة الفكرة الكهنوت من ناحية كتابية اعطينا التعريف عنها ايه اللي منفهمه من كلمة كاهن او كهنوت كلمة كاهنوت متخدة من الكلمة العبرية كوهين وهو الشخص الذي يقترب الى الله بالذبيحة وكان هناك احتياج الى كاهن حتى يقرب الناس الى الله الانسان ابتعد عن الله والانسان في فساده ونجسته صار هناك فاصلا بينه وبين الله فيحتاج الى من يقربه الى الله يحتاج الى من يقوم بخدمة الوساطة وخدمة التكفير عن سيئاته وعن ذنوبه وبما ان البشر ملوثين فاختار الله في العهد القديم اخ نزار في سفر الخروج وفي سفر اللويين اشخاص معينين من صبط لاوي ليقوموا بهذه الخدمة خدمة الكهنوت اي الذين يقتربون الى الله بتقديم الذبيحة وينوبوا عن البشر الاثمة الفجار في التكفير عن خطاياهم وعن سيئاتهم كان هذا هو عمل الكهنوت وبالمناسبة كلمة كهنوت ليست هي كلمة الكهانة فالكهانة هي العرافة والسحر والشعوازة فعشان ما اللخبطش بين الالفاظ لا هو معروف في اللغة العبرية مثل ما ذكرت كهين بتعني كهن اللي هي ما يقرب وبتعني المعنى الثاني قنطرة او جسر يعني اللي بيربط الشخص المؤمن او الذبيحة اللي بيأخذ الذبيحة ايضا فكان الاحتياج هناك الى كهن او الى كهنوت لكن عبر دراستنا للعهد القديم نجد ان الكهنوت الهاروني او الكهنوت اللاوي لم ينجح ان يتمم في اقتراب الانسان الى الله فكان لابد ان يأتي كهن عظيم ليس على ردبة هارون لكن على ردبة ملكي صادق الرب يسوع المسيح المسيح زي ما ذكرت حضرتك شغل مركز وظيفة النبي والكهن والملك فالكلام بتاعنا النهاردة عن الكهن العظيم الرب يسوع المسيح له كل ملك في سفر الخروج كان الله لما بيتكلم عن شعب اسرائيل خروج 19 بتهيأ لي تكونون لي مملكة كهنة مملكة كهنة بعد ما اخطأوا وصنعوا العجل الذهبي الله اختار صبت نعم من هذا الصبت خليه يشغل سلك الكهنوت اللي هو هارون وأولاده الأربعة اتنين طبعا ما تضل اتنين بس واستمر هذا الكهنوت من خلال الثلاث أفرع من نسل هارون بالعاهد الجديد برجعنا لنفس الفكرة أخيلية يعني بقول عن المؤمنين مملكة كهنة أو كهنوتهم ملوكي ونفس الشيء في رؤية واحدة الآية خمسة وستة اللي بتتكلم عن كهنوت المؤمنين لكن احنا هم نتكلم على شيء متميز نعم لأنه في وظائف يعني برضو في العهل الجديد لكن احنا بنتكلم على وظيفة شغالها الرب يسوع اللي هي الكاهن والكاهن ذكرت أنه بقدم الذبايح وبنوب للشخص الآخر فطالما أنه عرفنا الكاهن فشو هي يعني المؤاهلات خلين أحكي اللي بيعملها أو بيتناولها الكاهن البعض ينكت لخبت يقول طب بما أن المؤمنين كهنة إيه الفرق بينهم بين المسيح رئيس الكهنة أقول أن المؤمنين كهنة بصفة عامة بعدما أحبنا المسيح وغسلنا من خطيانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهن لله أبي المؤمنين كهنة لتقديم العبادة والسجود كذبائح روحية أما المسيح رئيس الكهنة يخص اقترابنا إلى الله ويخص إرضاء الله علينا وحذك ذكرت السؤال دلوقتي المؤهلات المؤهلات حتى يكون يسوع بيختلف أو بيختلف عن كرئيس كهنة عظيم كرئيس كهنة عظيم بحب أول عبارة اللي جات في عبرانين 4-14 فإزلانا رئيس كهنة عظيم بحب أول كلمة دية قاد اكتاز السماوات يسوع ابن الله لو تسمح لي أقول في عجالة سبعة مؤهلات جعلت من المسيح رئيس الكهنة الأعظم والوحيد الأمر الأولاني هو مدعو من الله لهذه الوظيفة عبرانين 5 وعدد 5 يقول الكتاب وليأخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك واحد أخذ هذه الردبة وهذه الوظيفة من الله رقم 2 العنو الكتاب في عبرانين 7 و 26 كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر وبلا دنس انفصل عن الخطى وصار أعلى من السماوات رقم 3 هقولهم بسرعة في عبرانين 2 وحلوة رسالة العبرانين أكتر رسالة بتقدم لنا الرب يسوع المسيح في وظيفته كرئيس الكهنة عبرانين 2 عدد 17 يقول من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته فيه كل شيء لكي يكون رحيما ورئيسه كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب أخذ بس الحتة المقصودة وهو يشبه إخوته في كل شيء فرئيس الكهنة كان لابد أن يعرف آلام وتجارب إخواته البشر لكي يقدر أن يعين المجربين رقم 4 المؤهل الرابع يقول عنه في عبرانين 5 وعدد 2 أن كل رئيس كهنة يقام لأجل الناس واسمع الكلمة اللي جاي يقول قادرا أن يترفق بالجهال والضلين رئيس الكهنة العظيم بتاعنا عنده المقدرة أنه يشفق ويعين ويترفق بالجهال والضلين المؤهل رقم 5 للرب يسوع كرئيس الكهنة أنه دخل بدم نفسه مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا رئيس كهنة الشغلان الرئيسية بتاعته أن يدخل يوم الكفارة إلى قدس الأقداس المسيح لم يدخل أقداس مصنوعة بيد لكن دخل إلى السماء عينها بذبيحة نفسه مرة واحدة فوجد فداء أبديا المؤهل رقم 6 يقول عنه في عبرانين 7 وعدد 24 كلمة حلوة أوي له كهنة لا يزول كل رؤساء الكهنة في العهد الأديم كان عندهم تاريخ انتهاء صلاحية أما المسيح له المجد رئيس الكهنة يبقى إلى الأبد له المجد رئيس كهنة لا يزول له كهنوت لا يزول بالمناسبة أنت ذكرت يوم الكفارة اليوم إحنا الحلقة يعني شاءت العناية أن يكون اليوم هو عيد الكفارة يوم كيبور في الأراضي المقدسة وفي هذا اليوم طبعا يسمونه اليوم العظيم بحسب الكتاب حسب التقليد اليهودي وإحنا اليوم نتكلم عن هذا الموضوع قبل ما نتطرق يمكن أكثر لعمل رئيس الكهنة يعني ذكرت عشان بدناش الناس يعني تلخبط بموضوع لأنه ذكرت هرون رئيس كهنة وسلالة هرون حتى العهد الجديد يتكلم عن الإصابات من بنات هرون فالفكرة وبرضو يسوع بيتكلم عن تميزه كرئيس كهنة بس مش على رتبة هرون على رتبة ملك صادق في العهد القديم ممكن توضح الفكرة بس أكثر هناك رتبتين للكهنة في العهد القديم الرتبة الأولى هي رتبة هرون وهذه الرتبة الكهنة رتبة قد تم انتهائها متى انتهت يعني؟ انتهت عندما جاء المسيح ليقدم هو ذبيحة نفسه هرون كان يقدم الدم في قدس الأقداس مرة واحدة في السنة جاء المسيح الكاهن العظيم وقدم ذبيحة لم يقدم دم ثيران وتيوس ورماد عجلة لكن دخل بدم نفسه وعندما دخل المسيح أكمل العمل تماما وانشق حجاب الهيكل فلم يعد هناك مرة أخرى إلى كهنوت أرض اسمه كهنوت هرون فكهنوت هرون انتهى بمجيء المسيح وتقديم ذبيحة نفسه كان الدخول مرة واحدة في هذا اليوم في يوم الكفار نعم يوم كيبور لكن بعد موت المسيح وانشقاق الحجاب صار لنا الدخول إلى الأقداس بدم يسوع لكن هناك رتبة أخرى اسمها ملكي صادق وده الفكرة المجهولة لأغلب الناس بالزبط وملكي صادق ده ان شاء الله نعمل حلقة عليه مرة تانية أخ نزار ملكي صادق هو في وجوده أسبق من هرون لأن دوت نقر عنه في سفر التكوين أصحاح 14 يمكن على ما أذكر وستخدم الرسول بوليس في عبرالين سبعة ليقول أنه شبه كبير مع الرب يسوع المسيح لأن ملكي صادق بلا أب وبلا أم ليسكر نسب له وهو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا إلى الأبد بما أن هذا الكهنوت كهنوت مستمر لا ينتهي فتشبه به المسيح له المجد والمسيح الآن بحب أول عبارة اللي جات في مزمور 110 وجات في عبرانين سبعة أقسام الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد إلى الأبد على ردبة ملكي صادق ملكي صادق عاش فترة زمنية طويلة بلا نسب لأنه بالنسبة لسلالة النسب عند اليهود شيء مهم جدا لدرجة في أيام عزر الكاهن وبأيام نحمية بعد فترة كمان كانوا واجهوا نفس المشكلة فكان لازم يطردوا الكهنة اللي تزوجوا بنساء غريبات فلازم يكون بيور يعني جنس نسل طاهر بس تابع لهذا النسل بعدين الكهنوت كان بالنسبة للعهل القديم بيبتدي الكهنوت في سنة 30 وبينتهي في سنة 50 عدا أنه أحيانا بيشغل مرات وظيفة مثل زكريا الكاهن كان يعني بيعطوه نوبة معينة لأنه كان في عدد من الفرق الكثيرة أكثر من 24 فرقة فكان فيه مناوبة لكن بشكل عام من 30 ل50 فلما بيتكلم عن ملك صادق كان عمره طويل لأنه كان لاوي بعشر بعده لملك صادق فإذا ما اشتركش في السلسلة هاي اللي هي المحدودة لكن بدون الحدود فالمسيح تشبه في ملك صادق لكن الأعظم أنه هذا التشبيه أنه المسيح رئيس كهنة عظيم اجتاز السماوات نعم وده اللي يمكن عوزين نحكي فيه نرجع ليوم الكفارة يعني يوم الكفارة يمكن أهم عمل لرئيس الكهنة اللي هو لهذا اليوم خلينا نخوط في هذا الموضوع أول وأهم وظيفة لرئيس الكهنة وليس الكهنة العاديين أنه يدخل إلى قدس الأقداس في العهد القديم في يوم كيبور اللي هو يوم الكفارة في لوين 16 عشان يعمل حاجة اسمها كفارة يعمل كفار ويعمل غطاء وبدون هذا الغطاء كان الشعب يموت عن نفسه وعن الشعب يعمل كفارة عن نفسه في الأول ويعمل كفارة عن الشعب وكان في هذا اليوم في لوين 16 أخ نزار هناك بعض الإجراءات الإجراء الأولاني كان لابد أن يكون رئيس الكهنة لابسا كتان أبيض ويرحد جسده برقم واحد يخلع ثياب المجد ويلبس ثياب كتان بسيطة ده لي معنى؟ ده لي معنى لأنه دوة كل دوة صورة ورمز لرئيس الكهنة الأعظم الرب يسوع المسيح عندما أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس لكي يقوم بالكفارة الحقيقية الأبدية الأمر رقم 2 في لوين 16 كان رئيس الكهنة بعدما يعمل كفارة لنفسه والبيته يعمل كفارة للشعب إزاي؟ كان بيجيب ثور للخطية وكبش للمحرقة ويدبح الاثنين ويدخل بدمهما إلى قدس الأقداس وعندما يدخل إلى قدس الأقداس هناك في حضرة الله في قدس الأقداس كان تبوت العهد مش عايز أخش في التفاصيل الدقيقة طبعا وعلى تبوت العهد غطاء اسمه كرسي الرحمة أو الغطاء الذهبي كان يأخذ من الدم الكفارة وبس عشان أوضح للمشاهد تبوت مش التبوت اللي إحنا منعرفه وبيتكلم عن صندوق خشب من الصمت بحجم معين لكن كان مغشا كله بالذهب هو عبارة عن صندوق نعم هذا قدس الأقداس كان هناك يحضر الله قال له أجتمع بك هناك على الغطاء أنا بتكلم عن الكفارة دلوقتي هي الكفارة غطاء للذنوب وخطايا وأثام الشعب وبدون هذه الكفارة الشعب يموت في الحال فكيف تتم هذه الكفارة يذبح ثور الخطية وكبش المحرقة ويدخل بهم إلى قدس الأقداس ويأخذ من الدم ويرش على الغطاء مرة واحدة وقدام الغطاء سبع مرات فيكفر عن آثام الشعب في هذا اليوم وكانت هذه الكفارة لها مدة صلاحية أخ نزار كانت كفارة لمدة سنة واحدة سنة ويوم الشعب يموت لكن الفرق الكبير بقى اللي بحبه عن الرب يسوع المسيح رئيس الكهنة لما دخل مش إلى أقداس أرضية هقرأ أيتين من رسالة العبرانيين لو تسمح لي فضل الآية الأولانية موجودة في رسالة العبرانيين أصحاح سبعة وعدد يمكن ستة وعشرين يقول عنه الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب المسيح لم يكن محتاج أن يكفر عن خطايا هو حاش له لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه عبرانيين تسع عدد اتناشر يقول وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه وما أغلى دم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا في يوم مثل يوم الكيبور اللي بيحتفلوا بيه اليهود النهاردة دخل المسيح إلى الأقداس السماوية إنجاز التعبير أقول هذا اللفظ وعمل كفارة لنا ليس كفارة سنوية بل وجد فداء أبديا ليه الفداء بتاع المسيح أبدي مش وقتي لأنه أولا دخل بدم نفسه والأمر الثاني قدم نفسه فوجد فداء أبديا بعدما يكفر رئيس الكهنة هارون داخل قدس الأقداس في لوين 16 كان يخرج خارج المحلة ويأتي بتيس آخر اسمه تيس عزازيل ويعمل شيئا جميلا يضع يده على رأس هذا التيس ويقر بخطايا وسيئات الشعب فتنتقل الخطايا من على رأس الشعب وتأتي على رأس التيس ويأخذ هذا التيس ويخرج به إلى أرض مغفرة بعيدا يحمل خطايا وأثام الشعب ليموت هناك ودي صورة أخرى للمسيح في موته على الصليب عندما وضع الرب عليه إثم جميعنا وعندما تم فيه كلمات الكتاب عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحمل طيب راح نكمل أخ إليا لكن بحب أشجع كل مشاهد أنتم تشاهدون ليكن نور بث مباشر على قناة الحياة واليوم حديثنا مع الأخ إليا كورولوس عن موضوع المسيح رئيس الكهنة موضوع شيق جدا وإذا عندك أي مداخل أو أي سؤال فيك تتواصل معنا فيك تتواصل عن طريق الفيسبوك إذا فيه عندك سؤال بكل سرور منحب نجاوب عليه خليكم معنا برجع بعد هذا الفصل موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى أهلاً نحن مع الأخ إليا كورولوس اليوم في برنامج ليكون نور وحديثنا عن المسيح رئيس الكهنة ذكرت طبعا عن يوم الكفارة وحكيت عن الثور الذي يقدم محرقة ويقدم دمه ويرش يكفر رئيس الكهنة عن نفسه عن خطايا الشعب بعدين وصلنا لتيس عززيل بحط إيده ويقر بخطايا وخطايا كل الشعب ويطلق هذا التيس إلى البرية المغزاء اللي بنتعلمه من هذا الموضوع اللي بنتعلمه من هذا الأمر أخ نزار أن كفارة المسيح التي عملها كان لها شقين الشق الأول في داخل الأقداس لإرضاء الله والشق الآخر خارج الأقداس لحمل خطيانه فلكي تتم الكفارة كان لابد الأول أن يعوض الله ويدفع تمن الخطيئة لله وإهانة الله هذا ما تم داخل الأقداس عندما دخل المسيح بدم نفسه إلى الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا والأمر الثاني عندما حمل المسيح على الصليب خطيئة كثيرين وشفعة في المزنبين أما سؤالك عن تيس عزازيل حضرتك فهو يرينا أن المسيح بكفارته وعمله فوق الصليب أبعد خطيانا إلى الأبد لا يعود يذكر خطيانا وتعدياتنا فيما بعد كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا خلينا نستمر في عمل رئيس الكهنة ذكرنا أنه بقدم طبعا في الأقداس أو قدس الأقداس بكفر عن خطايا وخطايا الشعب هل في شيء تاني في هذا اليوم بيعملوا؟ عدا أنه بس يعني نوضح أن هذا اليوم هو يوم عيد عند اليهود اللي كل يهودي اللي هو اليوم المذكور فيه يوم الصوم صوموا من الصبح للليل بيزللوا أنفسهم أمام الرب وبييجوا كجماعة كلا بيجوا أمام الرب حتى يمارسوا هذه الفريضة سنويا سواء في خيمة الاجتماع أو في الهيكل لكن نحن في ضوء العهد الجديد لأننا لم نعد نحتفل بيوم كيبور مرة تاني بتاع العهد الأليم لا أكيد أكيد بس أنا أعطي فكرة يعني لكن النهاردة نحتفل بكفارة جديدة كفارة المسيح الكفارة الأبدية بس أول بلحوظة لو تسمح لي أخي نزار في يوم كيبور في يوم الكفارة دوت كان طلب الرب من الشعب في لوين 16 قال ممنوع أن هذا الشعب في هذا اليوم يعمل أي حد أي شيء وحتى نعرفت أنه مبارح في اليوم دوت في الإسرائيل أنه حتى السيارات ما تساق ولا شيء يتعامل خالص في البلد هناك يوم مسكر كله في كل البلد بس كان فيه معنى روحي في لوين 16 إيه معناها أن الشعب في اليوم ده ما يعملش أي شيء معناها أن الأعمال التي يعملها الإنسان لا تخلصه ولا تكفر عنه الذي يخلصه هو كفارة التي تقدم في داخل الأقدس وده اللي قاله الكتاب بالنعمة أنتم مخلصون وذلك ليس منكم هو عطية الله أنا أدعو كل المشاهدين أن يستمتعوا بهذه الكفارة كفارة المسيح قبل فوات الأواني أخ نزاري لألا يأتي يوم الغضب ولن يجد شيء أن يحمي رأسه الكفارة معناها غطاء بعمل دم الرب يسوع ما الذي يحميك أخي أختي من الغضب الآتي إلا كفارة الرب يسوع التي عاملها فوق الصليب رئيس الكهنة كان بمثل الشعب لكن بالنسبة للمسيح رئيس الكهنة إيش دوره في هذا الموضوع واحدة من وظائف الرئيس الكهنة في العهد القديم كان يدخل أمام الله ويلبس ثياب البهاء وعلى هذا الثياب كان يوجد صدرة اسمها صدرة القضاء والصدرة لا تنزع من على الثياب أبدا وعلى هذه الصدرة كانت توضع أصباط إسرائيل الاثنى عشر عبارة عن اتناشر حجر على صدره واثناشر حجر على كاتفه وعندما يدخل بهذه الصدرة كان ضوء نور حضرة الله يلمع على هذه الحجارة فهناك يفعل شيئا جميلا قال عنه في خروج اتناشر تمانية وعشرين وخروج آسف خروج تمانية وعشرين اتناشر وتمانية وعشرين عدد تلاتين قال يحمل أسماء بن إسرائيل على صدره ويحمل قضاءهم على قلبه يحمل أسماءهم على صدره على كتفه ويحمل قضاءهم على قلبه إيه المعنى دوت في العهد الجديد؟ الرب يسوع المسيح الآن رئيس الكهنة يظهر أمام الله لأجلنا ولا يحمل أسماء عائلتنا ولا يحمل أسماء أسرنا لكن يحمل كل مؤمن على قلبه وعلى كتفه حب أو التعبير عبرانين تسعة أربعة وعشرين يظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا فأنا موجود قدام الله يا أخ نظار وحضرتك أربعة وعشرين ساعة العمر كله أمام الله لأن المسيح يحملني على قلبه وعلى كتفه والشيء العجيب اللي بيعزيني ويعز أحباء المشاهدين اللي شيل الفلك اللي شيل الفلك شيلدي أنا كمان حامل كل الأشياء بكلمة قدراته اللي حامل كل الفلك شيلني أنا كمان عجبني أوي مرنم قديم قال وحملني سيدي أنت تحمل الفلك واتي بي منقذي لحماك أنا لك أنا محمول أنا مرفوع عشان كده أقدر أغني مع بوليس وأقول من سيفصلنا عن محبة المسيح أشد أنضيق إلى آخره لأن رئيس الكهنة يحملني على قلبه ويحملني على كتفه حتى الله قال أنا حملتكم في أشعية 46 فده يعني شيء عظيم جدا نكون محمولين نعم يعني امتياز رائع يعني بيعطي مواصفات لإلهنا غير الآلهة الأخرى الإله البعيد القاسي الظالم العنيف القاتل إلى آخره لكن بيتكلم عن فكرة الحمل والعناية والاهتمام بالمؤمنين أيضا اسمح لأقول عفوا أخ نزار هذا الحمل والعناية والرعاية مؤسسة على الكفارة طبعا لماذا يحملني لأنه كفر عن خطيتي وعن أثامي طيب طالما أنه بيعمل هذا الشيء يعني نحن بنتكلم عن عمل عن وظائف نعم يسوع المسيح وهو رئيس الكهنة هو كاهن عظيم إلى الأبد اجتاز السموات شو عم بيعمل لأنا في السموات يحملني نعم لكنه ليس يحملني فقط لكن رئيس الكهنة كمان في العهد القديم كان مطالب أن يترفق بالشعب يأخذ بيد الشعب في ظروفهم وأحوالهم عشان كده بالمناسبة اتنين إخوات اختارهم ربنا في قيادة الشعب اللي هم موسى وهارون مين اللي الرب اختاره في الاتنين عشان يكون رئيس كهنة ليس موسى لكن هارون اش معنى هارون لأن هارون عانى مع الشعب في الطين وفي العبودية في أرض مصر فالأمر التاني اللي بيعمله المسيح رئيس الكهنة لأجلنا كلمة حلوة أوي أوي قال عنه الكتاب أنه يرثي لضعفاتنا يرثي لضعفاتنا اسمح ليقرأ الآية اللي جات في عبرانين أربعة وعدد خمستاشر لما بيقول ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية يعني يعني يرثي معناها يا تعاطف يا تعاطف تخيل رئيس الكهنة العظيم الرب يسوع المسيح بهاء مجدو ورسم الجوهر يا تعاطف معايا ومعاك أيوة لدرجة أنه مرة من المرات لما كان هنا في الأرض له كل المجد ورح بيت مارثة ومريم وعرف أن أخوهم ميت ولقى مريم بتبكي ومارثة بتبكي الكتاب يقول لنا كلمة في منتهى الروعة بكى يسوع يا تعاطف معانا في ظروفنا حتى كده الكتاب يقدر أن يعين المجربين عجبني أوي واحد اسمه جوزيف سكارفين دايما بحكي عنه الرجل الخادم الجميل اللي فقد عروسه يوم الزفاف عندما غرقت في البحر وفشلت كل المحاولات في تعزيته وهو قال كده إلى أنزارني رئيس الكهنة الرب يسوع المسيح وكتب الترنيمة المشهورة الكل بيرنم بيها يا ترى أي صديق مثل فادين الحبيب هل صديق كيسوع قادر بر أمين ورقيق القلب يرثي لبلايا المؤمنين فرئيس الكهنة مش بس قاعد في السماء يعمل وظيفة فوق لكن كمان قلبه معانا يرثي لضعفاتنا بيتعاطف بيرثي مع المتألمين وبنفس الوقت يعين المجربين ويهدي الخطات ضلين صحيح يعين المجربين يرثي فيها نوع من التعاطف sympathize والشفقة لكن يعين يمد إيد المعونة يعين أيوة لما بولس وقف يتحاكم وملأش حد حواليه قال الرب وقف معي وقواني فأنقسته من فم الأسد يا بختنا ويا هنانا برئيس الكهنة عشان كده بشجع كل واحد النهاردة ييجي للمسيح يتمتع به مخلص ويستمتع به رئيس الكهنة يعني بيقول الكتاب عن يسوع التجرب في كل شيء مع هذا الخطيئة مجربا في كل شيء يقدر أن يعين المجربين أنه اجتاز نعم في التقلم تعاطف أخذ جسم بشريتنا تقلم فيعرفنا حافظنا يعني اشترك فينا ومعنا اشترك في اللحم والدم ففاهمنا خابزنا وعجلنا خلينا يعني فاهم كل شيء فبقول أنا كنت يعني أنا بعرف الظرف اللي اللي معاك وهذه قوة يعني يسوع المسيح وده سبب من أسباب التجسد اخ نزار لماذا تجسد المسيح البعض يقول لك اشترك خلصنا طب ليه منزلش من السماء وراح للصريب على طول قال عنه في عبرانين اتنين سبعتاشر من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء يعني هل تتخيل أن المسيح جرب كل ما يمر به المؤمنين الأمور المادية جربها فيوم من الأيام قال عنه الكتاب افتقر وهو الغدي ولم يجد درهمين يدفع الضريبة اللي عليه جرب الألام النفسية نعم في بستانجة الثيماني قال نفسي حزينة جدا حتى الموت هل جرب الهجر والخزلان من الأحباء نعم عندما هرب التلاميذ من حوله عند الصليب وقال آكل خبز رفع علي المسيح جرب كل شيء عشان كده بقول لأحباء المشاهدين اوعى الشيطان يضحك عليك بالكذبة دية أن الرب مش حاسس بيك قال عنه الكتاب فيما تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين بعد إذنك ممكن أخد مكالمة أخ إلي فضل الأخت من مصر الأخت من نيوجيرزي من نيوجيرزي أهلا وسهلا فيك يا أختي تفضل أهلا بك تفضل أختي تفضل إذا عندك سؤال أنا الحقيقة يعني البرنامج مميز جدا والعنوان يعني الحقيقة عنوان جميل جدا أن المسيح هو رئيس كهنة عالين نفصل لتواقف الكهنة ليه المسيح هو رئيس كهنة وليه الكهنون انتهى بعد الخلاص وبعد رفع الرب يسوع على الصليب وإن دي كان آخر عمل للخلاص وما فيك أي تهنوت بعد كثير طيب هلو نفصل لتفكير ده للجماعة أو لطواقف الثانية اللي لسه مستمرة طيب كل يوم كهنوت وكل يوم زبيحة بتزبح أكتر من مئة مرة على المجبح طيب أخت إيميلي يعني وصل لسؤالك وتفضل أخ إلي أنا أقول أن الكهنوت لم ينتهي أختنا الفاضلة لكن أقدر أقول النهاردة في كهنوت كل المؤمنين نعم الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه وجعلنا كلنا ملوكا وكهنة لله أبي المؤمنين كهنة نعم والمؤمنين كلهم المؤمنين الحقيقيين في كل اجتماع حوالينا الرب يقدموا ذبائح نعم نقدم ذبائح لكن إيه الذبائح التي نقدمها ألعنها الكتاب في مطرس الأولى اتنين عدد خمسة لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح أي نقدم ذبائح الحمد والتسبيح والعطاء وذبيحة أكسادنا ونحن حوالينا الرب هل لنا الآن كاهن عظيم كبير الكهنة نعم من هو كبير الكهنة أحبائي ومن هو رئيس الكهنة الكتاب يذكر في رسالة العبرانيين اسم واحد فقط رئيس الكهنة هو الرب يسوع المسيح له كل المجد طبعا إحنا بحديثنا عن يسوع طبعا الممجد وبيشغل رئيس الكهنة شو هذا الانشغال أو هذا نوع العمل في موضوع العبادة والسجود أو تقديم السجود والعبادة أرجع وأقول ثاني المسيح رئيس كهنة طب فين الكهنة اللي هو الرئيس بتاحهم رئيس كهنة إذن في رئيس وفي كهنة من هو الرئيس الكهنة الرب يسوع المسيح من هم الكهنة جماعة المؤمنين زي ما ذكرت من شوية المولودين ولادة جديدة المفديين بدم المسيح جعلنا ملوكا وكهنة والسؤال ما هو دور هؤلاء الكهنة وما دور رئيس الكهنة محهم في أمر العبادة أقول ببساطة الرب يسوع المسيح يدير العبادة كرئيس الكهنة فالمؤمنين كهنة يتعبدوا لله يعني أقول في كل اجتماع كنيسة يا أخ النظار بنتجمع المؤمنين ودفسي المؤمنين يصلحوا المعلومة اللي عندهم دي نحن لا نذهب للكنيسة حفل الترنيم ولا نستمع إلى عظم وعز مشهور لكن نذهب إلى اجتماع الكنيسة مع بعض لكي نقدم الذبائح بعضنا مع بعض ذبائح روحية ذبائح روحية طبعا الحمد والتسبيح إلى آخره معترفة شفاء معترفة باسمه طيب مين اللي بيدور مين اللي بيقود هذه العبادة ومن الذي يقود هذا السجود رئيس الكهنة بحب قوي آية جات في عبرانين اتنين ويمكن عدد اتناشر يقول كده عنه الكتاب قائلا كرئيس الكهنة للقاب وخبر باسمك اخوتي في وسط الكنيسة وسبحك لكن رئيس الكهنة مش بس وسط المؤمنين يقود العبادة والسجود وهو في الوسط له كل المجد حيثما اجتمع اتنين او تلاتة باسمي هناك اكون في الوسط لكن كمان رئيس الكهنة يعمل حاجة في امر عبادتنا والسجود بتاعنا كمان يعمل ايه ياخد ذبائحنا الروحية ويضع عليها بخورا اي كمالاته وجماله ويقدمها الى الله واسمحلي اقرأ بس ايتين وكون كده جاوبت على السؤال الاية الاولانية هنقراها موجودة في بطرس الاولى اصحاح اتنين وعدد خمسة يقول لنا عن المؤمنين كهنوت اسمه كهنوت مقدس كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا ده كل المؤمنين المخصولين بدم المسيح كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله انا عايز الكلمة اللي جاية بيسوع المسيح يعني بيسوع المسيح بواسطة بواسطة يسوع المسيح ذبائحنا اللي في الاجتماع اللي بنقدمها في الكنيسة كيف تصل هذه الذبائح الى حضرة الله من خلال رئيس الكهنة الرب يسوع المسيح اقرأ آية واحدة وكفاية سفر الرؤية اصحح تمانية يشبه المسيح بملاك اخر رؤية تمانية عدد تلات يقول وجاء ملاك اخر اللي هو الرب يسوع المسيح ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب واعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القدسين جميعهم على مسبح الذهب الذي امام عرش الله رئيس الكهنة في عبادتنا يأخذ زبائحنا يا اخ نزار ويضع عليها بخور اي كمالات الكفارية ويدخل بها الى الله فتقبل وبدون رئيس الكهنة رنم برحتك صلي برحتك زبائحنا لتقبل بيتكلم عن صلوات القدسين نعم تصعد كبخور تصعد ومن خلال الرب يسوع المسيح له كل المد المسيح الكاهن العظيم او رئيس الكهنة مش على رتبة كهنوت يزول كهنوته وملكه لا يزول موجود في السماء عم بيشفع في المؤمنين فيه معانا اكم دقيقة اخلية ايه الرسالة اللي عاوزين نوصلها من خلال وانت بتحضر وانت بتدرس وانت اللي انشغلت في هذا الموضوع اللي عاوز توصله للمشاهد نفسي اوي اوي اقول احباء الافاضل الكرام الرب يسوع المسيح الاول والاخر اذا اردتك خاطئ ان تقترب الى الله تعالى الرب يسوع المسيح الوسيط اللي ياخدك من ايدك ويصالحك مع الله عاملا الصلح بدم صليبه وان كنت مؤمن تسير في البرية تعرضت الى زلات واخطاء والشيطان يشككك في ضمان ابديتك وفي رضا الله عليك اقول المسيح الان في السماء يعمل عملا عجيبا اسمه الشفيع لانا شفيع عند الاب الرب يسوع المسيح تعالى وثق فيه هو يضمن مكانتك امام الله لكن المسيح ايضا رئيس الكهنة الموجود في السماء ايضا لاجلنا هو يمثلني ويمثلك امام الله يحملني ويحملك على صدره وعلى كتفه امام الله ليس هذا فقط لكنه ايضا هناك من هناك في السماء يرث لضعفاتنا يعين المجربين وايضا يقودنا في العبادة والسجود نفسي او نرفع عنينا الى السماء وهناك نجد رئيس الكهنة والكتاب يقول لنا فإذ لنا رئيس كهنة عظيم مثل هذا فلنتمسك بال اقرار اقرارنا بالرب يسوع المسيح العظيم اجرب اخد مكالمة سريعة من منصور من الولايات المتحدة اهلا وسهلا اخ منصور اتفضل بتقول عندك مداخلة نعم احبث احبث قال الاخ لي عن لما رب المجد قال للتلاميذ اسمعوا هذا لذكري لما عامل العشاء الرباني وانهم اسمعوا هذا لذكري وفي نفس الوقت نتخفوا وجوههم وقالهم قبل الروح القدس من غفرتهم خطاياهم وغفرت وانا مسكتها عليهم ومسكت وفي انجيل يوحن اصحاح 6 من 51 اي 51 الاخر الاصحاح 5-6 مرات يردد المسيح لها كل المجد بالهجاب وبالنفس من يأكل جسدي واشرب دني فله حياة عبدية ومن لا يأكل جسدي ولا اشرب دني مره حياة عبدية فالزي بانتاع الكهنوت ارجو انه يعلق الهجاب شكرا جزيلا تفضل اخ اليا يحنى ستة اخ الحبيب لا يتكلم المسيح على ممارسة فريضة العشاء او التناول او صنع ذكرى موت الرب يحنى ستة يتكلم عن الايمان بالمسيح ولانه وقت البرنامج بقى فيه اربع دقايق تقريبا فممكن تتواصل مع حد هنا على البرنامج قال يسوع انا هو خبز الحياة الخبز الواهب الحياة للعالم اخ منصور اذا ممكن يعني تخلي هذا السؤال وانحنا بنتواصل معاك وبكل سرور بنتكلم عن هذا الموضوع بس اكمل في جملة واحدة يحنى ستة يتكلم عن الايمان بالمسيح الذي يعطي الحياة الابدية وليس ممارسة الفريضة العشاء لان فريضة العشاء والتناول قال عنها المسيح لذكري وليست لغفران الخطايا حبيبي واتكلم عنها في العشاء الاخير نعم قبل ذهابه الى وستانجة سمان وبعدين بسفر الاعمال اكتر يعني توضحت الفريضة من خلال الرسول بولوس شكرا كتير على المداخل اخ منصور وان شاء الله نتواصل معك في الحلقات القادمة ونحب نسمع منك اذا في اي نصيحة بالختام بالنصيحة اللي قدمها من كلمة الله يلا ننظر الى المسيح الوسيط الشفيع رئيس الكاهنة ليس لنا غيره في كل الكفاية لكل ما تريد واشجع احباء المؤمنين اللي يعرفوا ان المسيح بموته على الصليب عملنا كلنا كهنة لنعبد لله الحي والسؤال الاخير هل قبلت يسوع المسيح مخلص وفادي لحياتك لتنال حياة ابدية الرب يبركك الرب يبركك يا اخ لي وشكرا كتير على الحلقة الحلوة واكيد في بعض الاخوة يمكن عندك تساؤلات او بتحب تعمل مداخلة انا فعلا بشجعك انك تعمل هذا الشيء تتواصل معنا عن طريق الفيسبوك او فيك تتواصل معنا في كتير اللي عم برده على ارقام الهواتف الموجودة امامك على الشاشة وبهمنا كل سؤال وكل موضوع بنعمة الرب راح نجيب على تساؤلتك موضوع كتير كتير مهم اللي عاوز اقول الخلاصة انه هذا العمل كله يعني ما هواش مصرحية هذا العمل كله من اجلك ومن اجله يسوع اللي بيرثي لضعفاتنا وبيتألم لآلامنا وعم بيرثي او بيتعاطف حتى مع تجاربنا وبعين تجاربنا هو نفس يسوع اللي راح يرجع مكتوب عنه عيناه كلهي بأنار للقضاء ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول آناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبة الله لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة الفكرة في كل الموضوع تخيل يسوع العظيم بعمله طبيعته واسماء وصفاته كله من اجلك ومن اجله محتاج انك مش محتاج حتى تعمل شيء لانه كيف انا الضعيف والرمة وكيف انا اللي ما بسوى اجب شيء ليسوع المسيح حتى لو اجيت اسلم قلبي ما بسوى القلب اخدعه من كل شيء وهو نجيس نجيس ما فيش اشي عندي اقدمه ليسوع المسيح مشان هيك في المسيحية الخلاص هي مبادرة الهية يسوع هو بطوعا واختيارا قبل الازل اختار انه يفتدينا ويكون في علاقة وشركة حميمة معنا وتكون اسماءنا مكتوبة في سفر الحياة مش عاوز اي نفس تضيع الخلاص كالتم والعمل قد انتهى ويسوع الان عم بتوسطها معك بقول لك توب ارجع صالح واذا انت كنت مؤمن عم بتفشل وعم تسقط عم بيرثيك وعم بعزيك وعم بشجعك وعم بياخد يعني الكيس تبعك القضية تبعتك امام الاب حتى يحامي عنك ضد شكايات ابليس افرح في هذا الموضوع لكن بدعوك انك تطلب الرب من كل قلبك وتقول له تعال الى حياتي وغيرني وارحمني انا الخاطئ في اسم المسيح امين اشتركوا في القناة